بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أخوتي أخوات الصائمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا في الواقع أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قرن بعد التوحيد أول شيء ذكره التوحيد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ وَلَا تُقْبَلُوا عِبَادَةٌ وَلَا يُغْفَرُوا ذَنبٌ بدون التوحيد كما أن بر الوالدين مهم وفيه الرفعة وفيه القرب من الله سبحانه وتعالى كذلك أن عقوق الوالدين مسألة من المسائل الخطرة تعال إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله في بر الوالدين أذكر لكم روايتين الأولى أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني أحب أن أجاهد بين يديك فقال له النبي وما يمنعك أهلا وسهلا تعال وجاهد معنا قال إن لي أبوان شيخان كبيران يزعمان أنهما يأنسان بي يعني هم يبزعمهم أنهم يأنسان بي يعني مجرد دعوة هو غير مصدق ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله قال يا هذا إن أنسهما بك ساعة خير من جهادك معي سنة كاملة ما أعظمه من رحمة إلهية مع أنها مسألة إنسانية يفترض بالإنسان أن يحب والديه وأن يعطف عليهما وأن يشفق عليهما الله أضطرها بهذه العطار العباد العظيم هذه الرواية الأخرى أيضا أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله الدعاء وعلينا أن نلتفت إلى هذه الرواية قال يا رسول الله أنت سيد الأنبياء والمرسلين وأنت خير من خلق الله وأنت نور السماوات قال ماذا تريد؟ قال ادعوا لي ادعوا لي يا رسول الله قال هل لك أبوان؟ قال بل مات يا رسول الله قال اذهب عند قبريهما وادعوا الله فسيؤمن على دعائك فهو أقرب إلى الإجابة من دعائي لك يا لها من رحمة إلهية ويا لها من فرصة علينا أن نستغلها أيها الأحبة بر الوالدين نظر الولد لوالديه شفقة عليهم حسنة مجرد النظر لذلك نجد أن القرآن الكريم حذر من العقوق بمستوى أن يقول الإنسان لوالديه أف ولا تقل لهم أف فعلينا أن نهتم بهذه النعمة العظيمة التي حبان الله سبحانه وتعالى بها نسأل الله لنا ولكم هيجعلنا من البارين بوالدينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر